أعيز أتكلم في لقطة لفتت نظري في الحقيقة من خلال التدريبات لما عرضناها كده ما كانش تدريب النهاردة لكن شفت الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي سابق ونجم منتخب مصر والذار الفريق وأنا بيعجبني دايما دايما أبناء النادي الأهلي المخلصين للنادي اللي هم دايما بيروحوا يزوروا الفريق يشدوا من أذر اللاعبين حتى لو أنت في مرحلة ماشي فيها كويس أيضا تواجد الرموز والأسماء الكبيرة دي بيبقى مهمة جدا جدا وده اللي اعتدنا عليه من أبناء النادي الأهلي دايما اللعطة أنا بالنسبة لي مهمة جدا لأن دايما لعبة النادي الأهلي سواء القدامى أو الموجودين حاليا لما يكون في حالة تواصل وارتباط ما بينهم ده شيء بيدل على قيمة النادي وعلى علاقات اللي دايما بتكون مميزة ما بين الرموز القدامى واللعبين الحاليين فده شيء بشأنه بيدي دوافع مميزة جدا بالنسبة للفريق في ليل المرحلة الهمة جدا المقبلة